ترجمة نانسي قنقر لا يخفى على الجميع الظروف الطارئة التي مرت عليها مملكة البحرين خلال الأسبوع الماضي أمطار غزيرة رياح شديدة وقوية ومتغيرة الاتجاه ظروف استثنائية في تاريخ البحرين بكل أمانة هذه الظروف سببت لنا خلل فني في أحد خزانات النفط في منطقة سترة والخلل حصل في سطح الطافل للخزان أعلننا حالة الطوارئ في الشركة وأخذنا الإجراءات اللازمة وهو التنسيق مع الوزارة الداخلية الأمن العام مع الدفاع المدني ومع الهيئة العليا للبيئة وبالطبع حالا أخذنا الإجراءات الداخلية بتحريك الفريق الداخلي للتحكم في الحادث وتخفيف تضاعف الأمور في هذه الحالات بالطبع الخزان كان مملوء بمادة النفثة وهو من أحد المواد السائلة الهايدروكاربونية مثل هذه الحالات بقعت في دول أخرى ولكن اللي نفتخر فيه اليوم وتشوفون فريق العمل والكوادر البحرينية اللي موجودة عندنا وذو خبرة عالية والتعاون يعني مثالي مع الدفاع المدني اللي تواجده في مكان الحادث في خلال دقائق وكذلك المجلس العلى للبيئة وكذلك وزارة الداخلية بجميع أجهزتها وبدأنا مرحلة التحكم في التحدي من تفاقم الأمور في هذا الخزان واستطعنا إلى الآن التحكم وهدفنا هو منع الحريق وخفض كمية مادة النفثة الموجودة في الخزان وهذا اللي نجحنا فيه فكان الخزان مملوء الآن المستويات موجودة إلى تقريبا أدنى المستويات فنحن في ظروف أفضل وهناك سيطرة كاملة متكاملة على الوضع الحمد لله هو التحكم في وجود مادة النفثة في الخزان وتقليل كمية هذه المواد بطريقة آمنة ونقلة إلى خزانات ثانية ترجمة نانسي قنقر